اكبرنا لليوم لازم نحكي شوية عن القصة اللي صارت مع قصاي يبدو انه الخدية واسماعيل مش رح يقدر يدخل للصراي بعد اليوم مش بس الصراي يبدو انه ما رح يقدر يدخل على مصر لمتابعة تصوير المشاهد الاخيرة من صراي عبدين فالفنان قصاي خولي رح يحلق لحية الخدية واسماعيل ويتحضر ليكون راغب ويواجه بنت الشهبندر لعمل الفن الجديد يلي رح يتم عرضه خلال شهر رمضان القادم صحيح تصوير صراي عبدين ما خلص ويسامه لكن مشوار الفنان السوري قصاي الخولي يعني بمصر شكله خلص ليه؟ لانه واجهته مشكلة كتير كبيرة النجم السوري علق بمطار القاهرة بسبب اقامة مصرية مزورة بحسب مصادر قصاي ما كان عنده علم بانه الاقامة مزورة وهو كان حاصل عليها بوسطة محامة عليك الحال بعد تأخير كنين لمدة ثلاث ساعات بالمطار قررت السلطات المصرية اعطتوا الى دبي هالموقف طبعا يسامنه لأول من نوعه فقبله هالمشكلة واجهت عدد من الفنانين السوريين بالمطارات مثل الفنان جمال سليمان دورد لحام وعبد فهد وامل عرفه وهلأ قصى قال انه السلطات تفهمت عدم علاقته بالموضوع يعني تفهموه يعني مش انه كان فيها تعمل قصة هيده طبعا وانه هو شخص محترم وبيحترم القانون وما عنده مشكلة مع كل الاجراءة الاستثناء اليوم هو الخلاص الوحيد لقصاي واللي رح يمكنه من انجاز عمله وإلا وإلا وسام ممكن يكون خروج قصاي من مصر هو عمليا خروج بلا عودة للدراما المصرية ودعا قصاي لما سيرته الفنية بمصر حتى اشعارا اخر يعني اذا الدولة ما عملت استثناء وسام وعملت له سامح اذا فينا نقول او عفو اذا فينا نقول لانه عادة اللي بيفوت على بلد بفيزا مزورة خلاص بيطبعوه له خروج بلا عودة فاذا عملت الدولة استثناء او سامح او عفو اللي بدك ايه فيك تسميه ممكن يرجعنا مصر ان شاء الله ما تصير مع اي حدا لانه هاي المشاكل ممكن تصير مع كل شخص اكيد صحيح